نحو البناء نسير واصل نحو المعالي المسير نشيد بالحب صرح الهخاء نبني إلى الحق أسمى الجسور نبني إلى الحق أسمى الجسور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبة في الله وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نلتقي بكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج مع الناس نتناول فيه بعض قضايا الناس لعلنا نكون ممن يأمرون بالمعروف وينهونا عن المنكر ونصلح ما أمكن إصلاحه فيما نراه في مجتمعنا الحبيب حلقة هذه الليلة حلقة لها أهمية خاصة لا شك أن البعض يقول دائما مقدم البرنامج يعطي حلقاته نوع من الأهمية لا والله وإنما حاجة الناس إلى فهم مثل هذا الموضوع وطرقة وبيان المشاكل التي فيه وكيفية علاجها هي التي تؤكد لنا أهمية هذا الموضوع أهمية هذا الموضوع هي هدم الأمة أو هدم حضارة الأمة أو هدم أهل البلاد كافة كيف يكون هل هي بالحروب التي تقام الآن الحروب مصيرها شهر ستة سنة سنتين وتنتهي واللي مات مات علي روعة زيب يقول الناس لولا مات شهيدا فبها ونعمة وإن كان غير ذلك فسيحسبه الله لكن أثرها لا يبقى بعدها لسنوات طوال أما موضوع حلقة هذه الليلة فأثره له أمد طويل ذكر أحد المستشرقين حكمة عظيمة في هذا الباب لما نقول مستشرقين بعض العزائز والشياب أو من ليس له دي راية بهذا المصطلح ما يفهماش يعني هم من ليسوا من المسلمين في بلاد العجم في ألمانيا في عاب الجيكا ما يعني ناش ممن اهتم بالدين الإسلامي لضربه أو للطلع عليهم ناش قال هذا المستشرق قال يهلب وفهم قال إذا أردت أن تهدم حضارة أمتين فهناك وسائل ثلاث أو ثلاث وسائل ما فيش داعي لتشريلها لا دري لا ناووي لغيرة أم كاملة تهدمها قال أول حاجة هدم الأسرة وتكلمنا عليه في كديم الحلقات وبينا أن مكانة الأسرة في المجتمع الإسلامي مكانة عظيمة والمرتكز الثاني الذي تقوم عليه الأمم هو هدم التعليم وسنفرد له علاقات ونبين كيف الغرب يعمل على هدم المناهج وهدم الطالب وهدم الأستاذ وهدم التعليم مما ترتب عليه ضياء البلاد في مستنقع الجهالة والرديلة والفحش كلها بسبب عدم وجود العلم والركيزة الثالثة التي تقوم عليها الأمم موضوع حرقة الليلة إسقاط القدوات والمرجعيات العلماء الأسرة يعرفوا كيفية يدموها دوغة قال لك هو المستشرك قادة قال لي كي تهدم الأسرة عليك بتغييب دور الأم بس الأم خليها زي ما تقول الأم عندنا حني وينك يا صالة وينك يا سبوع وينك يا عرس وينك القفطان هذا البست وهذا ما البستاش والصغار الرحم منقرر وورا وبنمشي نزور سلفتي وبنمشي ديجارتي وبنمشي نحماتي وانا 24 ساعة محبوسة وانا يخلوك يضع زاقات والكلام هذا تسمع من الأول ليه الراشل يحي يا مسكين إلا ما رحم الله أما الأم التي تهتم بتربية الناشئة بمتابعة الجيل هذه هي اللي تقوم بها الأسرة المستشرك قال إيش علي الأم تغتل من وصفها ربته بيت تنتهي معاش كلمة عيب لما يقولك هذه ربت بيت حتى لما يقولك شن المهلة عندك الوالدة بالله يقول لها ربت بيت كأنك تستعي بل بالعكس تربي من في البيت أيا كان ولو كان دكتور أو بريفزور هي التي تربيه هذا ربت البيت أما الآن خلاص ولكي تعديم التعليم عليك بالمعلم فقط بحيث لا تجعل له أهمية في المجتمع قلل من مكانته حتى يحتقره طلابه ينتهي التعليم وهذا اللي يجعل ظاهر ببلادنا الآن وآخر ركيزة ومضو حرقة الليلة لكي تسقط القدوات العلماء النجوم المصابيع في الظلام اللي كل وقتهم مش جزء من وقتهم واهبين لإصلاح العوام لإصلاح الوطن للقيام بالواجب العلماء الربانيين اللي قال فيه ابن القيم في كتابها العظيم سماها بسمهم إعلام أو أعلام الموقعين سوصوى إعلامهم مشاهيرهم أعلام الموقعين أعلامهم مشاهيرهم أو إعلامهم بأنهم يوقعون عن رب العالمين إعلام الموقعين عن رب العالمين أطعم فيهم قلل من شأنهم شكك فيهم حتى لا يسمع لهم ولا يقتدي بهم احد ضاعت البلاد بمن فيها بعدين اراه يدي سياسة ما قلنا هاش اليوم اراه لما نجي اني الان الدول المناوئة والحاقدة على بلادنا الجريحة يعملون ليلة نهار تحت مسمى تصريح العقيدة تحت مسمى تصريح المنهج تحت مسمى ابسط جنوة سمي ما تبه انت ما يعنينيش لما تجيه تقول لي شيوخك ما همش شيوخ من اللي يزكاهم يمنطي يحساعدك ورجادريحك انت قبل اتكلم عليهم الشيوخ يدس على تذكيتهم تم تطلعت المصطلح هذا تنت شيوخك اللي يزكوا في الناس انت ظهروا وعلي مين جروه وشين الفرق ما بين علمهم وعلمنا تشيني هم يجروا في الانجيل وعلي نجروا في صريب البخاري ولا العكس ولا كيف تيما هو المنهي الواحد والعلم واحد والمادة واحدة والاختلاف ليس لانه هو في قطر واحنا في قطر وانما لان النص يحتمل لخلاف بس هم بروحهم عندهم اختلافات عظيمة في مسائلهم الفقهية فاذا اختفت الام الواعية اذا اختفت الام اذا اختفت ركيزة البيت اذا اختفى المعلم المخلص اذا سقطت القدوة والمرجعية فمن يربي انش على القيم اطفالنا والازيالنا من اللي بيربيهم هذا كلنا رأوا ذاكرة الدكتور مصر محود رحمه الله في كتابه ناقل على المستشرق هذا ناس خدمة مش الان هادم هادم من قرن يجيبونا في كلام قديم الان احنا ما نقش نفيقوا الى متى كل العالم يقوم عادة بالدعوة إلى قيم الدين والدفاع للشريعة والذب عنها كل العالم يزودون عن اديانهم الكنست الاسرائيلي في سبيل نشر دينه مستعيد يبيد الانسانية كلها واللي يديروا ما يسموشه ارهاب واحنا يقولون الشوخكم الشوخ ارهاب الشوخكم الشوية يدعو إلى القتل وإلى الدمار أبدا حاشا وكلا الشوخنا يدعو الامة إلى التمسك بالمرجئية الإسلامية والاعتناب العلوم الشرعية والاستقامة على قيم الدين والعمل بشدية لخدمة الوطن هادم شيوخنا ليه المنهار هاد وظيفتهم وإن كان وظيفتهم تتسع الى اكتر من ذلك فيدخل في وظيفتهم مساهمتهم التربوية والتثقيفية في حماية البيئة والرفق بالحيوان وتحسيط قيم المواطنة وتاريخنا المجرفية لنا بذلك انثروا الحب فوق رؤوس الجبال لكي لا يقال جاعة الطيور المسلمين ما قالوا هاش هاديك ده أفلاطون ولا قالوا هاك ده ستالين من مهمة شيوخنا رب يحفظهم يباركيهم الحفاظ على كرامة المرأة والطفل لما يقول لك الشيخ ما تخليهاش تطلع عارية متبرجة ضاعة يقول لك المرأة اعطيها حقها اعملها بالحسنة يبين لك ان رف صل ما اوصى بها اخر ما اوصى بها اوصكم النساء خيرا هذا في شيوخناك يتكلموا لما يقول لك حرية المرأة ديننا امر بحرية المرأة قبل اتكلم عليها انت من تكون باش تورينا حليش نقوله شين يقوله شيوخنا في المرأة لا والله الشيوخ المسلمين غير يتكلموا على التعدد ابدا والله الى درجة ان شيوخنا تعلمونا ليه تعلمت على الشيوخ في بلادي في كتاب الطلاق بالدات لما بيجيك يستفتيك المستفتي قابل لا تعطيه الفتوى ادبة وعلم ان العصمة ليست لعبة في لسانه وانها مثاق غليض ويسبع من تقريح حتى ولو كان دكتور في الطب والله في الهندسة ما يسده الكلام هذا يسبع مننا ما يسده كل من شيوخنا هذا متعلمناه العلماء يعملوا ليلة نهار ليظهروا دور الدين في المجالات كلها وان للدين الكلمة الفصل فيها وان الامة لا تحتاج الى اي مرجعية غير العلماء تعلموها الاعتناء بهذه المسالات الان تواجيني غر فتى مراهق شاب صغير ضيع عمره او ضيع شباب مراهقتي في المعاصي وفي البلاء ما ليش خمسة ستجول بليخدش الجامع بكل صفاقة وجه تلي من تسمع ليه فلان تلي من القرضاوي والله من الشعراوي والله من فلانا ومن علانا ومن المفتي تتقل لا يا اخي من تكون انت حتى تتكلم في القامات هذه وناس اعطاهم الله من العمر تمانين عاما يقرؤون في اليوم لا يقل عن عشر ساعات لمدة اكتر من ستين سنة يعني بيخطن من في دماغك في اكتبات قارينها لا لي شيء الا فائدة الناس جيني انت طول الدمر بكلمة وحدها تقول والله ان واحد يمشي يقعمس في المعاصي ويذكر ويزني ولا يحضر الدرس من دروس الشيوخ هذا ما يضالين في العقيدة وفي المنهج قبح الله ساعيها معترامي للمشاهدين بكل بساطة طاع قاضي وانهى دور هذه القدوة هؤلاء العلماء وخاصة في بلاد الغرب العربي المغرب العربي نازلين في الشيوخ نازلها مش عادية مع ان من اول الدول عبر قرون القديمة في نشر الفكر الوسطي والدين الاسلامي لما نقولك رأوا المدهب المعمول به في ليبيا وفي تونس وفي المغرب وفي جزائر وفي مريكتانيا هو مدهب امام دار الهجرة ما جابوش حاجة من دماغاتهم رحلوا على ارجلهم مسافة تزيد عن اربعة الاف كيلو متر فما فوق زي علي بن زياد طرابلسي وغيره اقروا وشوفوا التاريخ كيف وصلت علمه هنايا متطاع من هنا من طرابلس عبر الفيافي والصحراء والغبات وقطاع الطرق لا لشيء الا ليجلب العلم من دار الهجرة من مدينة رسول صلى الله عليه وسلم بإخلاص تام جيني تقول لي الجرالي تقولوا فاعدني متنفعش شيء يكون ما ينفعوش ما تاخدوش عليهم هادوا مضلين مضلين تي كانت يا جماعة الى متى احنا نغضو الطرف على هذا الامر على كل ولي امر يسمع فيه الان ان يرتبانا من الناس عشان تقول وشا تتكلم في المشايخ قلنا اتق الله فاتوا دائرة الاقتصاص الديني امتحهم حطموا الدور الوظيفي الاصلي العلماء اصبح يتكلم كل من له باع وليس له باع في هذا المجال ويقول ان دور العلماء دور مكمل وليس مناسب في هذا العصر وليس مواكب للعصر نقول لهم بالعكس ان هذه الادوار جميعها دورها مركزي ولا يمكن ان يهمل واجب العلماء فيه كثرة الفتن في زماننا هذا التي صارت كقطع الليل المظلم التي تعيش في هذه الايام نعيش فيها ونتجرع غصصها حقق ما يريده الاعداء على اكمل وجه استبيحت الحوم العلماء ولم يقتصروا على نهج اعراض طلاب العلم والدعاة بل فتح الباب على مصرعيه لكل من هب ودب حتى تطاول العام وتطاول المنافقون والعلمانيين على علمائنا ما تقول لما عندنا علماء احنا يرى تعدنا نجوم والله نفتخر بهم الاعلام نقص دورهم ممكن الناس وكم ما يعرفوش الله تو اطلع التواصل الاجتماعي وسط الاير الى الالفين والتنين والفين والثلاثة ما فيش اكلام هذا كله ما نسمعناش بعلماء الكويت ولا العرب الكويت نسمع بعلمائنا توهوا ما تفوقوا علينا في مثلا في الخليج ولا تفوقوا علينا في مصر بالاعلام وطلعوا علماءهم ووصلوهم لكل المشاركة قابعين في مساجد صغيرة من بيوتهم ما عرف فيهم حد ما طلعهم حد للناس المشكلة ما فيش مجلس الان تخشنا في المربيع وفي الاندية وفي الشوارع وفي الكويتش وفي الاسواق الا ما تجد فيه من الوقيعة في علماء البلاد ما لا يمكن لعاقل ان يسمعه قلنا ما تدخل المجلس فتجده منزها عن الوقيعة في العلماء في بلادنا مع ان علماء السلف حدرون وحدروا الامة كل من هالباب هذا ابن عساكر رحمه الله قال في كتابه اعلم يا اخي وفقني الله وياك لمرضاته وجعلني وياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته اعلم ماذا ان نحوم العلماء مسمومة نحوم العلماء ما اختركم احرف اللي شدين هون العلماء ما عاش عندك ما تخدم هو الان ما يسمعش فيه اللي يسبب العلماء لك يسببه فيه آلة ولما تنسل فيه مصيبة في حوش ما يقولوش هذا كل من اللي قاله في الشيخ ابدا ما يعرفوش شي ليه لترفعهم المصيبة ان شاء الله عن قريب اعلم يا اخي ان نحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هدك استار منتقصيهم معلومة والله ما يريحه وان من اطلق لسانه في العلماء بالثلب بالنقيصة بالشتم بكل ما يضرهم شنجزاء من عند الله بلاه الله قبل موته بموت القلب والعياد بالله فليحذر رب يقول في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم في التنوع ويصيبهم عذاب الاليم لم يقولك رسول سلم في العديد القدسي من عاد لي وليا فقد عداني من هم الذي الذين يمكن يوصفوا بالولاية اقرب ناس للوصف بالولاية هم العلماء المخلصين صحيح اول من تسعر بهم نار جهنم علماء السوق وارد في الحديث يقال لحافظ القرآن ماذا عملت في القرآن فيقال فيقول يا ربه حفظته على وعملت به أنا الليل والنهار فيقول الباري عز وجل كذبت وتقول له الملائكة كذبت انما حفظته قال انه انك حافظ وقد قيل اذهبوا به الى النار هذا حالم هذا حافظ القرآن لكن ما هوش مخلص احنا نتكلم عن الناس مخلصة عن الناس اللي مستتسعت للمناصب عن الناس اللي تقول قولة الحق ولو كانت على ارواحها موضوع هذه الليلة مهم لعدة اسباب لأن مكانة العلماء في الاسلام مكان عظيم اوجب المشرع توقيرهم واجلالهم كثير من الناس تغفل عن هذا الباب وتساهل كثير من الناس في هذا العمر وهذه مصيبة عظيمة لابد من نبع لها وقوع بعض طلاب العلم في العلمائهم من حيث لا يشعرون حتى طالب العلم الآن بعض الطلبة يقولك والله شيخي ما شاء الله عليه في الفقه لكن والله في الحديث ما عنده حاجة فالنحو ما عنده حاجة فديك ما عنده حاجة فالأخي اتق الله في العالم اللي تأخذ منه أنت معقول تأخذ التمار وتلقي العودة في النار والله كيف أنت أنت من علم أن يحرف صرت له عبدا تخذ منه ما ينفعك أو أخوة بباحت عن غيره لعله يعطي يزيدك مش تبدأ تشتم فيه بعد ما تأخذ منه لتبه تتمتل أهمية هذه الحلقة فيه عدم فهم كثير من الدعاة للمنهج الصحيح في معالجة هذه القضية تتمتل هذه الحلقة في الهجمة الشريسة المنظمة من المنافقين والعلمانيين على علمائنا تبعا لأسيادهم من اليهود والنصارى علم من ذلك من علم وجاهل ومن جاهل لما أنت ما ترتاحش لأن تبدأ تشتب فلان وعلان أنا أختلف مع الألباني رحمه الله والله أختلف مع البنباز رحمه الله لابد نشده ونبدأ نقرد فيه وننتف الرئيس ما عندناش بلادنا من يديرك إلا من رحمه الله لكن بالعكس عندنا علماء تبارك الرحمن في بلادنا لأنه ينهار شادينهم على قرمة ما يرتاحش للي ينزل في المفتي ما يرتاحش للي ينزل في الشيخ فات رحمه الله ولا شيخ عبسام ملاجي رحمه الله ولا شيخ مصطفى التريكي ولا علماء المعاصرين ولا شيخ ناد العمراني ولا شيخ غيت رحمه الله جميع تونوا الروحكم مجموعة علماء مصبيح للدنيا رضي بهم من رضي ون سقط عليهم من سقط لن يغير من حالهم أعطاهم الله دواعي القبول وإلا لما وصلوا إلى هذه المنزلة فمن أسباب أكل لحوم العلماء الغيرة والغيرة الغيرة بفتح الغين محمودة وهي أن يغار المرء وينفعل من أجل دين الله وحرمات الله جل وعلا لكن مع كونها محمودة قد تجر صعبها إن لم يحترز شيئا فشيئا حتى يقع في لحوم العلماء من حيث لا يشعر وأما الغيرة بالكسر فهي مذمومة وهي قرينة الحسد والمقصود بها هو كلام العلماء بعضهم في بعض من الأقران هذا شيء من يوم أنست بربكم من قديم حفظنا في تراثنا الإسلام قول العلماء كلام الأقران يطوى ولا يروى في بعضهم فلان تكلم بفلان إنه ما نبدأش نعود فيه هم وزنا واحدة ويعرفوا بعض حدين حدث لكننا نبدأ نصدق سماعة كلمة نبدأ نصدع لها في الباراتو سعيد بن جبين رحمه الله سيد من السيد التابعين قال استمعوا لعلم العلماء استمعوا لهم هذا فعال تابع رواه وسيد من السيد التابعين ولا تصدق هذا اللي قتله الحجاج رحمهم الله ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في ضرابها المعز يغينهم بعض العلماء حال الدنيا ربك ترى الشيء هذا أي استفيدوا من العلماء هذا كلامه ولكن لا تصدقوا كلام العلماء بعضهم على بعض مين من الأقران الآن أني عندي من أقراني كثر يسألوني عن فلانهم شيوخي نعتبرهم أقراني لكن شيوخي لا أنا شك معامل معجينة كده وكده بالعكس حتى وين قلت فيها أنا قولي لا يصدقوا فيه إلا عندك ذكرت مع حسينه أما نبدأ نجتم فيها لاش وعلى الصدق فيها في هذا نديدهم يعني يعني معاصر لي مش في العمر أنا عن نفسي أجله وأعتبر شيخي ولكن قد دربت كمثال للناس تعرفو قد تجد بعض المعاصرين يتكلمون على بعض الإمام الدهبي قال كلام الأقراني بعض في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا كان لحسد أو مذهب أو هوا لا فالحسد يعمي ويصم أو يسم الحسد يجعل منه التنافس الحصول على جاه أو مال قد يطغى بعض الأقراني على بعض ويطعنوا بعضهم في بعض من أجل قرب من سلطان أنا نبي نطع رئيس بعتة الحج الدينية حطوا واحد من العربة مشاي غزليتن ولا مسلاتة ولا البيضة ولا غدامس فاش خير مني هو وين قريح تاني خريج راه قريت في الأزر وقريت في موريتانيا وقريت في تونس وقريت من على شعطوه والله ما يعرف حتى حاجة ونبدأ نشتم فيه أبدا عيب ولا يسمع قولي فيه أيضا الهواء عامل من العوامل الذي يشعل البعض يأكل لحوم العلماء لم يتجرد لله تعالى مش نصيحة خالصة لا أبدا إنما دفعهم الهواء للوقوع ما وقعوا فيه في عراض علماء الأمة واتباع الهواء الذي لا يؤدي إلى خير ربي قال لنا في القرآن ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله هذا الهواء النفس أني طيرتني من الشيخ الفلاني بروحي بروحي نجل نشتم فيه يا أخي كان عالم أقرع تريسي أقرعوه جارك وعالم وخصمك مشاهدتك طبطف بنتها باش يعطيهولك لأنك ماكش انت ماستعش بنتها لأي العلة بنتك قاعدة صغيرة بنتها موتينها واحد آخر وطلوت تبدأ في كل مجلس تتكلم عليه صفت ونعتها هذا رو من من قال الله فيهم سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك ايه فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم تم فاعلم هذا انت تقول لك تعالى هذا الدين وهذا الصح وهذا النصح وهذا كده يقول لك لا لا فوتني أنا معاش دورني شيخ الاسلام نتيمي رحمه الله قال في صاحب الهواء كلام جميل جدا قال صاحب الهواء يعميه يعميه ماذا يعميه الهواء ويصمه فشن معنى الكلام هذا نقوله الحب يعمي ويصم خلاص حتى أن السلف يقولون لنا احذروا من الناس صنفين صاحب هوا قد فتنوا هوا وصاحب دنيا أعمته دنياه فهذه كل من الأشياء التي تجعل الناس يتكلمون في العنماء لقد نعى الله تعالى على المشركين تقليدهم أباءهم على الضلال فقال الباري عز وجل إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون خلاص قلدوا بس عندنا التقليد أصبح من المصائب العظمى التي جعلت الناس يقعون في ملاي أحمد عقباه حتى في اللباس الآن خلاص الهوية اللي بيه بشت ضاعت لابده بيلبس القطرة ويلبس الشان ويلبس كداود يبه يروح مستنسخ ليه يا شيخي ما هو بالدين رأوا الدين فيها دا كلها رأوا اللباس هذا ليس لها علاقة بالدين الدين أمرك بستة للعورة وعدم التكبر على الناس ألبس رجعة ألبس جرد شغلك انت ما شبعتني كان يقاتي لبس الجرد دا دا معنى تديني ديني أمرني بالجرد لا هذه علامة من العلامات الوطنية و جهاد أباءنا لما كانوا ما عندهمش ما يلبسوه ما يستوردوش في الجبطيات الجلد والشامواء أمهاتنا كانوا يسجولهم في البس دا في الحوش دي اللي في جرد يلبسيه على الحم ما عندهش ما يلبس بكل نفتخر بأولاك الرجال اللي ماتوا في سبيل الوطن بلباس من صنع يديهم وبطعام من صنع يديهم شويقة وغيرها اليوم داني نتأفف من هذا ونفضل فيها ليه لباس الطرف وقول لاش امه هو شامر ديني بره غير ما تقدم ليش العلماء ألبس بيساعدك ليس كل التقليد مدموم ولكن فيه تفصيل فنقول في هذا الباب احذروا من التقليد الذي يؤدي الى نهش عم العلماء تسمع في سين من الناس في دولة معينة عربية اسلامية تحاول الطعن في علماء وقادة بلاد اخرى لانهم لم يتبعوا منهجهم ولم يطيعوا ملوكهم تمشي انت تولي هنا بوق من ابواقهم وتنزل فيهم ليل منهاره قد تسمع بعض الناس يقع في عرض عالم فتسأله واحد جيه يا ابن عوام الناس مهندس كيميائي والله جزار والله حلاق وهي لم لعب كورة وهي لم يشعرف شنوه يستمع تلم في المفتي شيخي ونسمع في الناس كلها تستمع ان شاء الله يسمعهم وهذا ظني فيه نقول لها بالله انت تتوى المفتي عمر قعمست له في حلقة من حلقات العلم انتعها واسمعت له الحلقة كاملة انين اسمع لها فيقول لا والله تبعي كيف من عمرك اش قعمست ولا عمرك اسمعت منه كيف علمت من حاله واخواله كل ما قلت يا ويلك ويا سواد ليلك يقول لك لا لا والله انا اسمعت ممن اتق في قوله قاله لي في هذا الرجل هكذا يطحن في العالم تقليدا لفنان بهذه السهولة غير مراعي لحرمة العالم ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه وحد الصحابة لجل الله يقول ألا لا يقلدنا احدكم دينه رجلا ان امن امن الا لا يقلدنا احدكم دينه رجلا ان امن امن وان كفر كفر فانه لا اسوة في الشر لا يقول مننا ما ينفع وترك مننا ما يضر مش تقول لنا معنا ها رجل من غزيه تاين غاوت غويته وان ترشد غزيه ترشده لا وان ما شي ابو حنيفة النعمان سيد مسادات تابعي رضي الله عنه الامام الاعظم صاحب الام ماذا بالحل الحنفي يقول لا يحل لمن يفتي من كتبي ان يفتي حتى يعلم من اين اقلت لان نباكي دين نسمع فيه اسموع الماضي المفتي حفظه الله ورعاه يتكلم سئلوه عن الفاتحة وعن الفضانية قبلها هل تعتبر مسل استعقد عينت به الزواج وين كان وقع فيه قبول ويجاب فقال ينبغي من ضمن ما قالها الشيخ ان يعلم المفتي احوال بلده ودل على ذلك لما قال احنا مش نقره الفاتحة قال لما نقره تقول قرينا الفاتحة في اي بلاد غير ليبيا شير معناته بشينا قعمصنا قرينا لصورة الفاتحة لما قرينا يقول لا اعرافنا تقول لما بنقره فاتحة فلان والله فلانة معناه تبني كتبه عقد الزواج هذا المعنى لما جي لي واحد يقول لي يا شيخ بل لا يشين حكم قراءة فاتحة فلان بعد صلاة العصر في الزامع وهو مش يعرف ان الفاتحة هي عقد القرآن يفتيلك فتوى ليس لها اساس منه اساس من رأس ما ليها شك الامام احمد بن حمد الرعيم والله يقول من قلة علم الرجل ان يقلد دينه الرجال الرجال ما زال من 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 الاشياء التي توقع الناس في اخوال العلماء ومن اشدها واكترها التعصب والعيادة بالله فمن خلال سماعي لي اخوال كثير من من يتحدثون في العلماء وبخاصة طلاب العلم والدعاة تبين لي ان التعصب من ابرز اسباب ذلك والباعة على التعصب هو الحزبية لماذا بمعين او جماعة معينة او قبيلة معينة او بلد معين الحزبية التي فرقت المسلمين شيئا حتى صدق على بعضهم قول الشاعر زي ما قلنا وهل انا الا من غزية اين غويت غويت وان ترشد غزية ارشد قبيلة هذه اني عن نفسي تمعت من بعض طلاب العلم يتكلمون في بعض العلماء وفجأة تغير مقفهم وصاروا يثنون عليهم بخير راهم عمروا ملقوهم ولا عمرواهم ولا عمروا قاعدوا اسمعوا لهم حاجة لا لا لانهم سمعوا ان فلانا يتي عليه توابس كان يشتم فيه اليوم اسمع على الاعتمير رحمه الله يتعله بخير قال لا لا يبدأ يهدف في كل مجلس له احسن واحد انت ابس مش كنت تسمع فيه وتشتم فيه ما يقول لكش لا والله اسمعت فلان يا اخي سبحان الله شن هالتجارة اللي بتكسب منها ارباح بس سبحان الله مغير الاحوال اذا ضل من يتعصبون له ضلوا معه واذا اهتدى من يتعصبون له للصواب اهتدوا معه حتى ان بعض طلاب العلم والدعاة سلموا عقولهم لغيرهم وقلدوا في دينهم الرجال كثير من الناس ينتصرون لعلماء بلدانهم ما وشعب لكن ان تقضع في علماء البلاد الاخرى هذه المصيبة والعيادة بالله نشأل اختي بعلماء تونس ولا اللذائر ولا المغرب نشتمهم ولا نتكلم فيهم ولا نقولهم ما عندهم ناس يعرفوا بيقيموه اني نشكر علماء بلادي جزاهم الله خير فكل بلاد الله بلاد المسلمين وعلماء وعلماء المسلمين اما ان اذم علماء بلاد المسلمين من اجل لا يبقى في ساحة العلم الا علماء بلدي وبخاصة من يعيد هذا الدم على لسان غيره من اهل بلدي اليس من الشطط والبعد عن الحق ان يتعصب اهل الشرق لعلماء الشرق واهل الغرب لعلماء الغرب واهل الوسط لعلماء الوسط هذا التعصب مخالف المنجة اخوان الصحيح الذي يدعون الى ان نأخذ بالحق مهما كان قائله الامام الغزال يقول في دم التعصب وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا للرجال بالحق خايفين ينتهي الوقات وهين كان هنتكلموا في حلقة اخرى في الموضوع هذا لكن قبل انكملوا الاحليفين منبينوا للناس ان بلادنا ليست خالية من العلماء بل فيها نجوم كما ذكرنا لكم كتر نظهر لكم بعض منهم على هذه الشاشة فضيلة الشيخ غيرت الفاخر رحمه الله عالم من اعلام ليبيا في الشرق وفي الغرب هاجر من الغرب من الشرق الى الغرب للظلم الواقع عليه ترك ماله وبيته لا لشيء الا لذكر يسكن في الإيجار لان مات عشر سنوات مات ولده في تجراء ومات هو في تجراء شرف عم الدنيا كان لا يريد الا قول الحق ليس الا لود هادنا لعاش عزيزا مكرما في مدينته وفي حومته ولكن اباه الا ان يقول ما امر الله به فتعرض لما تعرض له من فتن ومن تأشير وعند الله يستمع الخصوم الشيخ كان احد المتفوقين العلماء فيه من صغره ما قلوش عليه شيخ وعالم عبت ان هيكي في لحظة ابدا ابس كانوا قبل التورة يعرفوا اهل الشرقي من الشيخات وانه دكتور وانه عالم وانه وفي قيام التورة هو له صفات رئيس هيئة علماء ليبيا وهو كده وكده ونايب مفتحام ليبيا وبعدين بمجرد من شوها الساسة والعسكر صاروا سيرته دمه الناس تشين يعني سحبوا مننا المادة العلمية اللي في دماغها والله كيف اهو صار الى الباري عزوجل في حسيني حال من يبين اعطيه حلقة كاملة ويستاهل اكتر من هيكي يمكن من قولكم ان هذا احد اعلام البلاد له قدمه الراسخة في العلم الشيخ عمر مولود ربي يبارك فيه ويطول في عمره ويحفظه نائب مفتحام ليبيا احد الدكاتر العلماء لاجلاء رضي به من رضي وسقط عليه من سقط لا يعرف فضله وعلمه الا اهل الصنعة ومن يستمع لحديثه ويجالسه ويطالعه العلماء يعرف فضل الرجل هذا وقداش عنده في عقله من معلومات فجزايا عن هذه البلاد عمر الان في التمانين ولازال يعطي ولازال يبذل ولازال يعمل اخبرني من فمه الى ادني انه لما عرض علي ان يكون نائب مفتي استشار اهله واناسه حتى انهم انقسموا في رضائه بالمنصب او عدم رضائهم في بلدان اخرى اذا جاء احد استاثني شخص وقال له بنحطوك نائب مفتي الدنيا مع الشي حملة يقول لي حتى البعيد تبين حللك في الجيف ان حللك قال حطني فيه بنسموا بالغير الاسمال اللي نعرفوا من ايه احد العلماء الاخرين قدامنا في الشاشة الان يعرض علينا فضيلة المفتي اهني عن نفسي الرجل هذا ادينه له بكل ما تسمعون مني من كلام علمني منذ انسكان عمري عشر سنوات وانا معجب بعرضه واسلوبه وعلمه وفضله جداه الله خير عني وعن امة الاسلام والله لو احدثكم عنه ساعات وساعات ما تقول لي بيتزلف له ولا بيتقرب له ولا هو محتاج لي ولا يدور فيه ولا يدعني هو ماشه لمنج واحد شكره ومن شكره ودمه ومن دمه فاقت تمانين من جزاد التمانين في عمر رب يعفض ويطول في عمره الى اليوم لا يهاب الموت تعدى الطاغية وهو في بيته مش خارج البلاد يعلم ان مصيره كان مصير يعني كل ضعيف يقع في يد طاغية لكن من هاجه في الحول لقول الحق اوجب عليه ان يتصدى لهذا الظلم كان ممنوح حتى ان يكون رئيس قسم الان قامت التورة ويوم قامت التورة البيئة كلها هللت لما نجعل التورة وانتظرت واجمع على كونه مفتي ثم بعد ذلك ما الذي تغير نقص من علمه شيء نسي من محفوظاته شيء ابدا والله الى هذه الساعة اعلم من حالي انه يجلس الساعات الطوال من بعض من قبل صلاة الفجر الى صلاة العصر ممكن الآن عاكف على التفسير ويكتب للناس ليش تللي نفسه يا اخي نقول له ارتاع انت رو ما شاء الله اعطيته كم فيه وان شاء الله روى اتعابت نحنين مدرنا شيء للامة ابدا واكتوا علمه لا تجاه وتقاه التجورة 250 الف نسمة وطرابلت كبرى 3 مليون ياليت يتصل حتى وعد يقول له نشبع فيه جعمز في الاعراس ولا في الصهريات ابدا لقبل نتو حاس ديننا العالم على وجود مثل هذا الرجل انا مش يكون تكلم فيه باش يفضع عني والله باش اه تنحصل منه دعوة صالحة زي سادة لكن لماذا تسقط عليه لماذا تتقون فيه من انت حتى بتجي لي قامات زي هؤلاء وتتكلم عليهم انا ما عندي شي جهت باش يتكلم على اي عالم من علماء مصر ولا السعودية ولا الامارات لكن انتم يا ابناء الوطن تتكلموا علي اعلام زي هذا معلاش بجبه باك يشد وزراء كان واحد منهم شد وزير خلي نكلمكم عليه تاوة والله سفير خلينا نحاسبه تاوة ولا رئيس شركة خلينا نقول له على السادة كلهم يعملون لانقادكم من الضلال ليظهار قول الحق الشيخ فاتح اسقلام تاوة ومروكم صورته والله لا يعرف هذا الرجل الا من زالسه للعلم انا شيخي من التسعين الى لالفين وخمسة والله يعني ما قريت راني قريت على المتايمين وقريت باش زكين كنت نزكينكم نفسي وقريت عليه تلابت لقيت مع البوطي رحمه الله في بيتي وعلى ما زي خرين هنا زي الرجل هذا سبحان الخالق في دكائه وعلمه وحفظه شي غريب اخفاها للإعلام مات ولا يعرف حد حاله لان تمرأ بمكتبتي كاملة لمركز الغرياني لما نتكلموا احنا معاه طلبة العلم في اي مسألة سبحان الخالق هاتي اي علم من بيش نقول لكم الخليل بنو احمد يعني تقول ولده ولا تقول مش عارف شيني مات عرفاش فيه في الاصول فارس من فرسان الاصول على مستوى العالم الاسلامي في اللغة لما يخشلنا في المحاضرة يقول شيني يتبوا تقرؤ قراني في النحو قراني في الفقه قراني في كل في الاصول قراني في كل شي عالم يا جماعة عراو ما يعرفوش يا هل ليبيا كله والنظام الاول اخفاء لانه مش ماشي على منزل النظام الاول 42 عام طامسهم كيف تبقوا تعرفوه انتم الان صعب كل واحد من اللي تشبعوا فيه من الناس دماية اللي نسينا مبوك اللي منعرفوش علهم حتى عاجة الا طلبة العلم خلائل في ليبيا يعرفوهم بس كل واحد والله يبيل حلقات واشكر القائمين وعلى رأسهم الدكتور فوزي الغرياني على ما قدموا من برنامج بين يدي العلماء جاء متأخر اظهر لنا علماء من كل مدينة من دن بلادنا الشيخ عيبل ورحمه الله والجوان الشيخ فرسفقي وا 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 كلهم كل مر جيبناه الشيخ محمد بشيش كلهم جابونه ويعميزة بالساعة بالساعة ساعات طوال حلقات تصل على 20 اتتين حلقة مع اولاء النجوم وكيف عملوا ليلى نهار حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه ولا زالوا يعملون وفقهم الله لما يحبه ويرضى ساحة بلادنا تعوج بالعلماء قديما وحديثا من لا يعرف في الوقت القريب الماضي الشيخ مصفى التريكي رحمه الله الذي كان يعطي الدروس في الحرم المكي وفي المسجد الأقصى وهو شيخي وهفتخر والشيخ محمود صبحي رحمه الله ذلك المجاهد والشيخ عبدالله والشيخ خليل المزوغية اسماها دامي عرف انا اتأسف لعدم حفظي لشيوخ المنطقة الشرقية وجنوبية لاني مشيت لهمش واخفو حالة بحالة هنتكلم عن الناس اني حصر شفتم وتقيت معاهم وقعمست معاهم كل واحد منهم نجم من نجوم الدنيا يجيني توا واحد يقول لي من هو عبدالسام خليله والله يقول لي من هو عمر الجنزوري والله من هو الشيخ باكر مشعالة ولا من هو الشيخ الغرياني ولا من هو الشيخ حمد العالم ولا من هو الشيخ فلا أهل هذه المعاصرين بس ما بيتكلم لك علماء البلاد السابقين تلآن اللي يتكلمون تقولون مش شيخ الظروق ما يعرفاش حسابه غير صاحب الضريح في مصرانته بس ما يعلم بيه ان احد علماء الامة الاسلامية ولو كتبه مؤلفات يستفاد منها ليوم الدين ولا الشيخ حطاب يحسبون غير صاحب الضريح فيه زوجة الحطابة عن يفتجونه بس ما يعرفوش عليهم الناس شيء هادو انجم اعلامنا فاسد يضرلك النعبية والفنانين وال اللي العلم بهم لا ينفع والجعل بهم لا يضر ولا يخصصون ساعة في اي اداء لاظهار اصحاب الفضل اصحاب الورع في وقتنا الحاضر تجد شابا حدا يتصدر لنقد العلماء ولتنفيذ ارائهم وتقوية قوله وهو لم يجلس في العلم او للعلم اكتر من عشرين ساعة هذا امر خطير وعلى كل الدوار الامنية ان تتكاتف جهودها القضاء على هذا الامر فان من اجهل الناس من يجهل قدر العلماء ومن يجهل قدر نفسه ويدعد حدوده الشاعر يقول ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب فياخي انت جين مصلحتك لما جيد تقول الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله هذا هذا اخواني وهذا 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 هذا ما تبقىش يقول فيه حتى كلمة حقه كيف كان يجاهد في عبد الناصر القومية والعروبة محسوبة كدوا انسيه الاسلام وانسيه كلمة المسلمين هي كلمة الجامعة هو سماكم المسلمين لا للعروبة والقومية وبس وحطنا في نفق ضيقه ودمر مقدرات الامة العربية كلها في سبيل افكار اللي قاعدين عنو منها لليوم من الاسباب التي تشجع على التقوى العلماء والطعم فيهم النفاق وكره الحق يعني يالد يستك هذا المسلك أبشره بناء على ما يفعل انهم من المنافقين ليش لان ربي قال في القرآن العزيز في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هو مريض من اصلا ومشي ضاع مرة واحدة ليش يشتغل في صنعة لا يصنعت بوه لا جدة ولن يستفيد منها لا في الدنيا ولا في الاخرة لما يتعاركوا الشباب في المدارس الآن وفي الجامعات ويقول لهذا ما تحضر لاش وهذا ما تسمع لاش وهذا غلط وهذا صح وهو ما يعرفش حتى حاجة عن العلم الشرعي ويضيع في من أقرانه والشباب بدعوه أنه هو داعي إلى متى سيضل هذا الخطر يدهمنا في بيوتنا وفي أسواقنا وفي مساجدنا أنا عن نفسي كلمت أهل مجلسد معين قلت له مراه فلان لو يصلي بيكم ما يعني معاش يصلي وراه فاستغرب واحد من الناس قال لي يا شيخ علاش مش فصلها وراه كل بر وفاشر مش تقوله وكي تعلموا فينا خيرا قال لي يا شيخ هذا كافر معاش يصلي وراه احني مش عارف هالي السؤال اللي يقول لي فيه فعلا بيستفيد مني في العلم والله غربها عندما آرب أخرى وتلأ والله أنا لا أكفر أحدا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا رأيتم الرجل لا يعتادوا المساجدة فشهدوا له بالإيمان لكن إشكالي أنه هو يكفر فيه نيه مش اللي يكفر فيه ليش أنا يشبع فيه ضال وعندي خلي في العقيدة وخلي فن المنج ولا يعيد علي ولا يسلم علي في الطرقات ولا يصفحني فيه لماك العامة ولا غيرها هو لي جاب فيه بير رسول الله يقول لي أئمتكم شوفا عاكم هذا يكون شفيع لي في يوم القيامة هذا بينفعني فانظروا بمن تستشفعون كيفين يتبني أن هذا قد ما يصلي بيه هو يشبع فيه خصم لي في الدنيا تياني مرتحوش أهل الحقد على علماء بلادنا ليلة تآمروا على علم نعلام البلاد الشيخ نادر العمراني رحمه الله وقتلوه شر قتلها سيقتلهم مثلها مرات ومرات في القيامة إن شاء الله المشكلة بعض الطاعنين فيه لليوم يقول لك لا لا الشيخ ما ماتش من 2014 اليوم ما سمعناش خبر لو كانوا هم صادقين فيما يدعو رأه واحد منهم قال هو تقول مريكم كذبهم آه بنجيب لكم آه بنجيب لكم ما يفيد أن نحي ولن يستطيعوا لأنه سار إلى الرحمن الرحيم فني أوصي كل الشباب وكل الناس أن يعفوا ألسنتهم عن الطعن في العلماء والسب والشتم والثلم فيهم وأن يتقوا الله في نجوم الله نجوم الله في الأرض جزاهم الله وعننا خير الجزاء ولنا لقاء في حلقة القادمة بحول الله وقوته وصلى الله على محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله نبني إلى الحق أسمال مع الناس نحو البناء نسير واصلوا نحو المعالي المسير وشيدوا بالحب صرحا بالخار نبني إلى الحق اشتركوا في القناة